الامام الحسن العسكري هو الحادي عشر من ائمة اهل البيت عليهم السلام ولد عليه السلام في المدينة المنورة سنة مائتين واثنين وثلاثين للهجرة ولقب بالعسكري نسبة الى مدينة العسكري في سامراء التي كان يسكنها هو وابوه الامام الهادي عليه السلام نشأ الامام العسكري في ظل ابيه الامام الهادي عليه السلام الذي عرف بغزارة علمه وزهده حيث عاش معه حوالي ثلاثا وعشرين سنة تعرض الامام الى مضايقات كثيرة والقي في السجن عدة مرات حيث قضى وقته بالذكر والعبادة مما جعله يؤثر في السجانين فتحولوا الى عباد صالحين فقد روي ان العباسيين ارادوا التضييق على الامام عليه السلام وهو في السجن فامروا امر السجن بذلك فاجابهم ما اصنعوا به وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه فقد صارا من العبادة والصلاة الى امر عظيم ثم امر باحضار الموكلين به فقالا لهما ويحكما ما شأنكما في امر هذا الرجل فقالا له ما نقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة فاذا نظر الينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من انفسنا قال فيه احمد بن خاقان المشهور بعدائه لاهل البيت عليهم السلام ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى اي صام الراء من العلويين مثل الحسن بن علي بن محمد بن الرضا عليهم السلام ولا سمعت بمثله في هديه وسكونه وعفافه ونبله وكرمه وقال احد المتشرفين بلقاء الامام الحسن العسكري عليه السلام دخلت صر من رأى واتيت الى الحسن العسكري عليه السلام فرأيته جالسا على بصاط اخضر ونور جماله يغشى الابصار فامرني بالجلوس فجلست وانا لا استطيع النظر الى وجهه اجلالا لهيبته كان للامام الحسن العسكري عليه السلام تلاميذ واصحاب رواة يتلقون منه ويروون عنه العلوم والمعارف كما انه عليه السلام قد بنى نظاما من الاتباع والوكلاء عبر العمل السري بسبب تهديد العباسيين لانصاره المؤمنين بالتعذيب والقتل قام الامام العسكري عليه السلام بتهيئة النفوس للعمل بنظام السفراء والذي نفذ في عهد ابنه الحجة بن الحسن الامام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف لكن الخليفة المعتمد ضاق ذرعا به وازداد غيظا من الامام العسكري عليه السلام فقرر اغتياله بالسم فاستشهد عليه السلام مسموما مظلوما سنة مئتين وستين للهجرة ودفنا في سام الراء من وصية له عليه السلام لعلي بن الحسين بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق قدس سره اوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزكاة واوصيك بمغفرة الذنب وقضم الغيظ وصلة الرحم ومواساة الإخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر والحلم عند الجهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمور والتعاهد للقرآن وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس واجتناب الفواحش كلها وعليك بصلاة الليل فإن النبي صلى الله عليه وآله أوصى علي عليه السلام فقال يا علي علي عليك بصلاة الليل عليك بصلاة الليل عليك بصلاة الليل ومن استخفى بصلاة الليل فليس منا فاعمل بوصيتي وأمر جميع شيعة بما أمرتك به حتى يعملوا به وعليك بالصبر وانتظار الفرج فإن النبي صلى الله عليه وآله قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج فإن النبي صلى الله عليه وآله أمتي بصلاة الليل